موسيقى معكم خبر انه في مبدأ بالمنظمات الدولية اسمه بيردن شيرينج وهو مبدأ تشارك اعباء استضافة اللاجئين بس معكم خبر اذا لبنان عم يستفيد من هالمبدأ او ما عم يستفيد بريجيت موجودك بيردن شيرينج شو هو هال بيردن شيرينج شو يعني بيردن شيرينج يعني مين بيساعد مين ومين بيتشارك مع مين ولبنان وين من هالمبدأ يلي كل المنظمات الدولية معترفة فيه وبتطبقه مثل ما انا شايفتها هلأ عم بيكون انه عم بيشيلوا العبق عنهم المجموعة الدولية وحطينوا على لبنان ونسينا نسينا انه لبنان وقتبلشت ازمة اللاجئين كان يعني الناتج الوطني GDP per capita تقريباً 10,000 دولار هلأ صار اقل من 1000 دولار 900 دولار للشخص per capita بعدين لبنان مرأ باكبر انفجار مشنووي بالعالم لبنان عنده بعده عم يمرو ما وقف ولبنان راح تعملتو 90% من عملتو اكتر 96% من عملتو وبعده عم تروح وبعده الدولار عم بيصوره عم دي الله بعدين لبنان اللي صار فيه يعني هو من حسب البنك الدولي من اهم ثلاث ازمات اقتصادية من 150 سنة لهلأ فوقت بلشت ازمة اللاجئين كان شي كنا شي اسمه من الانكم كونتري يعني نحنا ما كنا من الدول عندها فقر مدقع مش مثل هلأ قصدي هلأ خلاص صرنا يعني حالتنا من اهم الازمات الاقتصادية بالعالم مأسرة على شعبنا وصار شعبنا تحت خط الفقر يعني برأيك المجتمع الدولي بعده بينظرنا انه نحنا منى بفقر مدقع ونسى هالثلاث سنين اللي نحنا صرنا فيهم تحت الفقر المدقع وكيف ما نذكروا للمجتمع الدولي بهيدا الموضوع اول شي المجتمع الدولي بيعرفي كتير منيح انه قصة البردن شيرين اللي هي تشارك الاعباء بتصير للبلدين اللي عندها ازمة لاجئين ازمية دولية فمش معقول انه دولة واحدة تتحمل اكتر من غيرها هلأ نحنا اللي اكتر تلات دول عندها هلأ فيه اللي مسجلين مع المنظمات الدولية وفيه اللي عم يجوا ويعتبروا كلاجئين لانه بيقطعوا حدود دولية بس كمان اللي بلبنان في اللاجئين هون مشكلتنا هولا اللي بيقطعوا حدود دولية وبيعتبروا لاجئين اكزاكلي يعني نحنا عم يجوا عنا من حلب عم يجوا من كل المناطق السورية اللي يجوا على لبنان لانه فيه فرص عمل بس هالفرص العمل عم بتكون على حساب الفقير اللبناني يعني عم يصير المنافسة مع الفقر اللبنانيين المجتمع الدولي هيدا اللي اهم شي عنا انه المجتمع الدولي بيعرف انه قصة البردن شيرينج هي من الاعراف الدولية يعني مش معقول هالبلد اللي عن جد شو بدي اقول يعني يعني كل الازمات عنا حتى الكوليرا اللي اجت هلأ من ورا قلت يعني قلت المانجمنت طبع محل الكامبيت اللي عم بتكون للاجئين سوريين هي اللي عم بتصير يعني قصة قديش في عندهم مي للنظافة قديش يعني في قصة ميس مانجمنت عم بتصير بها الكامبيت عم بتكتر الكوليرا بلبنان بس مين عم يتفحها اللبنانية كمان طيب بس خلان نرجع على موضوع تشارك العباء شو عم يعملوا المجتمع الدولي بغير بلدين يلي عم تستضيف لاجئين عم نحكي بعد اقل بكتير من المعدة اللي نحنا من الرقم اللي نحنا مستضيفينه شو عم تعمل؟ ولبنان شو عم يعمل؟ طيكون نفس الشي عم يتعامل معه من عم ينظر له من المجتمع الدولي هي قصة من مشاركة العباء بتكون بانه يقو المجتمعات المضيفة حتى تقدر تستوعب اللاجئين فنحنا عنا اكبر نسبة لاجئين بالعالم بحسب عدد سكين لبنان تاني الشي فيه مثلا اذا مشوف شو عم يصير بالاردن شو عم يصير بتركيا المساعدات كتير اكتر عم بتكون للبنان هلأ هنه في حجة عم ينحطوا انه ما فيه دولة فاعلة بالبنان مقدرين مساعدات اكتر للبنان؟ مساعدات اكتر من لبنان اكتر من لبنان لانه عنا نحنا اكتر كتير لاجئين نحنا عم ناخد اقل بكتير من غير بلاد وهي اوضاعها احسن بكتير من اوضاعنا اي وبعدين فيه فيه شغلة تاني انه المجتمعات المضيفة صارت بكتير اوقات افقر من اللاجئين اذا بشوف ترابلوس عكار يعني صار فيه مجتمعاتنا صار عندها فقر اكتر من اللاجئين اللاجئين عم يتأمن لهم يعني البيسيكس يلي هي الحاجات المبدئية وليحنا ممنونين للمجمعات مش عطول مش عطول بس في ذات الوقت اللبنانية ما عندهم هيك اللبنانية بدون ندفعوا موتار بدون ندفعوا كهرباء فيه كمان وقت بتجي المساعدات مثلا اذا لنقول بدون يشتروا للاجئين يعني مواد من السوق المحلية ما عم بيروحوا يشتروا من تركيا مثلا برنامج الغذاء العالمي هيدا كتير مهم ايه يعني تنشيط السوق المحلي تنشيط السوق المحلي نحنا عنا وضع عنا كمية لاجئين اكتر مما نقدر نستوعب ان كان الانفرستركشور تبعنا البناء التحتية او ان كان اقتصادنا المتهاوي اللي هو باكبر كريزة اكبر تلت كريزة بالعالم هيدا شي ومن تاني مال تشارك العباء البردن شيرينج ما عم نحس بأي ما عم نحس ان المجتمع الدولي عم يعمل اي شي تيساعد هالبلد المستضيف هالناس كيف بدون يعني شو عادة عم يعملوا بغير دول شو عم يعملوا عقصة الاسواق المحلية شو اللي عم بصير بغير دول يعني في محلات مثل باليمن مثل بالجزائر مثل في كتير محلات كان في ازمات حدة وهن استضافوا لاجئين فمنشوف انه شجعوا السوق المحلية انه بيشتروا من الاسواق المحلية بيشجعوا القطاع الخاص بالمنطقة المضيفة لانه حتى يضلوا الناس وقفين على اجريهم وحتى لو فرق السعر حتى 15% اكتر يعني من التجار بيشتروا من السوق المحلية بيشتروا من المصنعين بالبلد زيته حتى هيدا بطريقة غير مباشرة يكون بردن شاير يعني انت عم تقليلي انا كمواطن عادة بفهم انه بيغير بلدين المجتمع الدولي بيجي عنده تنقول مليار دولار بده يعطيهم للاجئين المستضيفتهم المستضيفتهم هالدولة بيجيب يعني بده يوزع اكل بياخد الاكل من السوق المحلي من المزارعين اللبنانيين بده يوزع تيب بياخد التيب من او صناعة لبنانية او من تجار لبنانيين حتى لو كان اغلى بعشرة او بخمستاش بالمية الفرق بين انه نجيبهم من البلاد تانية هيك عم تفسريلي يعني هيدا الشي كتير مهم اذا بيعملوا هيدا الشي بعدين بديك تتذكري انه مش بس هيك فيه كمان وقت بتنادي اليوان كل سنة في عنده قبيل بتنادي بتقول هالقدة بدي لطعم اللاجئين بلبنان عم يوصل 30 بالمية منه يمكن اوقات ماكسيموم نص الحاجات فمين اللي عم تطلع براسه اكتر شي عم تطلع براسه مش بس اللاجئين عم تطلع بالمجتمع المضيف كمان لانه اللاجئين عم يضطروا يروحوا يشتغلوا وياخدوا الاشغال من قدام اللبنانيين يلي عن جد حالتهم الاقتصادية مزرية اللبنانيين ما بيشتغلوا كل الاشغال تنكون واضحين يعني مش كل الاشغال عم تتاخذ بس فيه قسم كبير من الوظائف عم تتاخذ فيه المهن الحرة البلاط الديهان ما هنال لبنانيين ما عم يعملون هول الموضوع المهم هو انه موجود هالمبدأ وعم ينصرف عليه اموال واموال طائلة نحنا ما عم نستفيد من هم اموال ليه لانه مين مؤثر وشو لازم ينعمل يعني مثلا وقت فيه برنامج الغذاء العالمي او اليو عنه اتش سي ار بلبنان وقت فيه اكتر منظمة اللاجئين انا عم بحكي انه لا تسي اول شي الناس يلي المزيرعين بلبنان يلي عندهم محاصيل مزيرعين التفاح كبون كسادو شفنا بالباترون شفنا بالعقون كبين ما عندهم بقى اي مدخول لبيق السنة هن بيعتمدوا على هيدا الموسم تب معقول بعضهم البرادات بتكلف مصاري حتى يخلوا هالتفاح بالبرادات واصلا الكهرباء يعني الموتورات لوحدة قدي بتكلف لحتى يحفظونه تاني شي بدون يبيعون لا يقدروا يعيشون تب معقول برنامج الغذاء العالمي يعني جاست للبنان للمزارعين بلبنان يشترون ويعملون حتى لو عملون مربع قادرين نعمل نجيب اكتر لهالناس يعني المجتمع الدولي قادر يأمن اشياء اكتر لهالناس بنفس المبلغ عم نحكي بعدنا عم نحكي بمارجن من 10 ل 15 بالمئة يعني ما عم يتكلفوا أعباء زيادة والمصاري موجودين واللاجئين قاعدين عنا مش عندهم يعني فيه أعباء كتير تانية غير الأكل والشرب يلي عم يتحمل البلد كان البنى التحتية اللي عم تستهلك بطريقة مخيفة ويلي نحن أصلا كانت عنا مش ولابد فانه على القليلة هيدا أقل الإيمان انه يصير ليه ما عم بيصير شو عملت الدولة لها الموضوع يعني أنا بلقي انه رئيس الوزراء وقت طلب من برنامج الغذاء العالمي وعمل محادثة معهم بلش وقت الحكومة بتطلب المجتمع الدولي طلبنا وتقود ويتفقوا على 5 مليار دولار لتلات سنين لبرنامج الغذاء العالمي 5 مليار دولار ايه لتلات سنين مشان 70% للسوريين اللي يقدروا انه غذاء للسورية و30% لللبناني يلي من حبث انه يطلع اكتر يصير نص نص يلي هو انه اول خطوة من طريق طويل يعني اذا طلع صار نص نص ومن ميلة تانية انت عم بتشجعك سوق المحلة يعني عم بتحسن كتير الوضع الاقتصادي والوضع المعيشة لللبنانيين وللاجئين هيك انواع برامج هيا اللي بتخفف على الدولة وبتساعد المواطن وهيك لازم يفكروا فهلأ رئيس الوزارة دولة الرئيس قدم هالطلب واجه خمسة مليار دولار هيك بفهم منك هولي وين الجو؟ كيف رح ينصرفوا؟ وهيدا رح يتنفذ فيه تشارك الأعباء ولا مش موجود؟ هيدا اللي لازم هلأ يسعى تسعى الدولة انه تأكد على برنامج الغذاء العالمي انه يتم كل يعني السلع تنشرع من السوق المحلي وحتى لو بدها تستورد تستورد عبر تجار لبنانيين حتى نقدر نخلق فرص عمل وحتى نشجع السوق المحلي لانه غير هيك منكون نحن هاي احلى خبرية اخر هالسنة ان شاء الله عبواب اخر السنة احلى خبرية انه ممكن عنا امل سن تجي يكون عنا بصيص نور شي محل بهالتونال المظلم النفق اللي ما عم نعرف وما قدرين نشوف قمتين بدنا نطلع منه مظبوط وبعدين فيه المجموعة الدولية مثلا اللبنانية اللي عم يتعلموا بره اللي اهلهم عم يبيعوا اراضيهم حتى يقدروا يعلمون فيهم كل دولة مصطديفة عندها الف الفين تلميذ لبناني المنموم انه تدفع قصة انه هي تتبنيهم يعني هيدا المنموم اللي قدرين يعملوا بنا لحظة عديلة عديلة مهضومة هاي شو هي فيه كتير لبنانية عم يتعلموا بره ايه وفيه برامج بتدعم الطلاب احنا بنطلب من الدول يعني اللي عنا بالاترالي ريشنز معهم اللي سفراءهم عنا مثل فرنسا مثل انجلترا مثل امريكا انه المنموم هال اللي بلدهم هالقد مصطديف لاجئين مصطديف لاجئين المنموم ومريحكم يا مجتمع دولي ومريحكم يا مجتمع دولي من اعباء متلتلة يعني اتخيلي انه بفرنسا يفوت هلا عشرين مليون لاجئ على فرنسا تلت سكانة شو بتعمل فرنسا وفرنسا اغنى مننا بمليون اول شي ما بتخليون يفوتوا بس نحنا عم يفوتوا اللي عنا بس كمان انه نحنا ما عنا شي ضد اللاجئين كلاجئ ونحنا يعني بالنسبة لقلنا حقوق الانسان كتير مهمة وانت الانسان كتير مهمة بس وقت بده يقتل الاقتصاد الوطني وبده يأذي اللبنانيين ليروحوا على مراكب ويموتوا بالبحر انه صار كتير وبعدين نحنا اليد العام للكفوقة عم تترك البلد بمئة الالوف يعني صار مش طبيعي البلد كي بده يكمل هيك اذا ما اجل المجتمع الدولي لا يعانتنا نحنا واللاجئين رح نروح على اوروبا وعلى امريكا وانه مش معقول يا بتسابتونا بارضنا نقدر نستضيف نستضيف لاجئين معنا مشكل بس بتكون تساعدونا يعني هيك مش معقول ما تركين لوحدنا باكبر ازمة اقتصادية من مئة وخمسين سنة تب كيف معقول اكبر ازمة انسانية اقتصادية عالمية وبعدين عم تتغير وجه لبنان يعني الايداندي تتبع لبنان عم تتغير ايه اكزاكلي بلد صغير وعنده مشاكل سياسية عنده مشاكل عسكرية عنده مشاكل امنية بعد ما حكينا هولي بنعرفون هولي ايه مثلا او انجليترا يفوت عنده خمسة وعشرين مليون شخص بس انا سمعت كمان انه القطاع الخاص عم يشتغل على هذا الموضوع يعني القطاع الخاص عم يشتغل على اللوبي باللوبي فسريلي شوي كيف هالقطاع الخاص عم يشتغل على اللوبي مع الجهات الدولية تاي ازر الحكومة باللي عم تعمله او باللي بلشت تعمله هل انا انا عايش بالاغتراب وجيت لهون لانه بدي يساعد انه عم لقيت انه اكتر حدا فكري من فكره وقادر يساعد على النطاق الوطني هي البي اس ام يعني اللابنيس شبكة القطاع الخاص بالنسبة لقلي انه تفكيرون اوسع من اليوميات يعني اكتر عم بيحكوا بوليسي عم بيحكوا سياسات اقتصادية عم بيحكوا كيف بدون يساعدوا القطاع الخاص يلي موقف لبنان عجري يكمل يعني القطاع الخاص مش يعني بنوكي القطاع الخاص يعني كل الشرك كل الناس اللي عم توظف لبنانية يعني اللبنانية بحياتهم ما اتكلوا انه يمدوا ايدهم للعالم اللبنانية بيشتغلوا اللبنانية كافؤين ازكية يعني كل عمرنا لبنان نعرفه من ايام الفينئية الهلأ هيدا بيخلقوا يعني بيخلق الولد بالدي ان اي انه بيعرف يشتغل طيب اعطوهم فرصة لا يقدروا يشتغلوا اتليست يعني انا بلاقي تفكير الشبكة كتير مهم لانه عم بتحكي انه اللبناني يتكل على حاله الشرك اللبناني الشرك العائلية اللي الى مئة سنة اتليست يعني تساعدون نشتروا منهم ساعدون يكون عندهم اكسس للماركت ساعدون بي اذا اللبنانية عم يسمعون ساعدون يضلوا ما يسكروا المستورة ساعدون يضلوا ما يسكروا ويشحطوا الموظفين اكيد اكيد يعني بالنسبة لقلي تفكير هالشبكة متل تفكيره متل تفكيره متل تفكيره كتير غيره من برا اللي عم نجي لنفوت معهم كعضاء معهم لانه منحس انه تفكيرهم اوسع ومزيز اكتر ومن تفكيرهم عندهم اليونت يلي هي التواصل الدولي يلي انا فيها لهيدا اليونت بفتكر انه هيدا شي كتير يعني رح تقدروا تعملوا شي رح نقدر نستفيد من هالخمسة مليار بالاسواق اللبنانية هيدا املنا وهيدا اللي نتواصل مع الحكومة اللي نقدر نطبقه حتى نحطها بدفتر الشروط انه وقت بينشرها من لبنان من السوق المحلية ينشرها من المصدر المصنعين اللبناني من السوق اللبنانية صناعة وتجارة اهم شيء صناعة وتجارة صناعات والتجارة وهيدا بيخلق فرص عمل اكيد اكيد هلأ صار معكم خبر انه في مبدأ تشارك استضافة اللاجئين بكل المنظمات الدولية وانه لبنان رح يستفيد من اموال مليارات من الدولارات رح تجي على البلد مضت ولازم تنصرف بالاسواق المحلية لتشجيع الاقتصاد ولتشجيع المواطن اللبناني ومؤذرته بمهمته الصعبة بالعيش بهالبلد بدنا خطة كاملة لانه ترقيع ما بشيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر